كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استثمر عقلك كل عام وانتوا بألف خير بمناسبة عيد الأطحى المبارك ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب يوم أمس أقفلنا أسفل منطقة جدا مهمة على الرغم من ثبات استقرار بالأسواق العالمية لكن الهبوط كان متركز فقط في البيتكوين يوم أمس شفنا دمب على البيتكوين بأكتر من 4% وهذا اللي أدى لهبوط جميع العملات البديلة شو المتوقع بالنسبة للبيتكوين كل هذا رح نناقشه بالفيديو وإذا هو المرة بتشوفني أتمنى منك شترك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلك الجديد إذا مهتم بالتداول عن طريق منصة إكسنس رابط إحالتنا رح تشوفه بالوسط توصيات مجانية تماما سواء على البيتكوين أو على الفوريكس خلينا ننتقل للتفاصيل البيتكوين الآن عم نتداول أسفل منطقة جدا مهمة المنطقة اللي حذرت بالسابق من خسارته المنطقة بتمتد من 67300 إلى مناطق 66600 كان إلي صفقة بالسابق من مناطق 67000 وعطانا البيتكوين صعودي إلى مناطق 70000 وكانت صفقة ناجحة لكن الصفقة التالية اللي أعلنت عن دخولي بمناطق تقريبا 66500 للأسف ضربت لي وقف الخسارة وطلعت منها على خسارة إذن كانت عنا الأسبوع الماضي صفقة ناجحة على قناة اليوتيوب وصفقة للأسف خاصة مع العلم أنه عاد البيتكوين إلى مناطق الدخول لمناطق 66500 لكن للأسف ضرب لي وقف الخسارة اللي كنت واضع عند مناطق 65700 الآن المراقبة هو الخيار الأفضل بالنسبة للبيتكوين السيولة بالنسبة للمضاربين تتركز بمناطق 67800 وأيضا سيولة بمناطق 64700 أما المستثمرين على المدى المتوسط على المدى البعيد تبقى أفضل منطقة للدخول بالتريند الصاعد يلي لمسناها بالخمسين ولمسناها مرة تانية بالستة وخمسين وحاليا بالتقاء هالتريند مع دعم يومي يصبح منطقة قوية منطقة الـ 62000 هاي بالنسبة للمستثمرين على المدى المتوسط في حال زار البيتكوين هاي المنطقة ممكن نبحث عن صفقة ضمن منطقة الـ 62000 في عنا على فريم الأربع ساعات دايفرجنس إيجابي لكن بالتأكيد ما منقدر نعتمد عليه بشكل منفرد لكن هي إحدى الإشارات يلي ظهرت في حال البيتكوين أثناء عطلة الأسواق العالمية حاليا الدولة بشكل جانبي عند فتح الأسواق العالمية هبط وأخد لي السيولة عند مناطق الـ 64300 وظل هالديفرجنس هذا مستمر الـ RSI ما نزل أسفل مناطق الـ 30 بقدر أنا ببني عليه بقوة للـ Divergence بعد ما أخد لي السيولة عند مناطق الـ 64500 أي ارتداد وين ممكن ياخدنا ممكن الارتداد يحصل إلى مناطق الـ 67700 المنطقة يلي حكينا أنه هي فيها بوليوم تصفية ورح يتوافق أيضا مع هذا التريند الهابط على فريم الساعتين يعني هي منطقة سيولة ومنطقة تريند ممكن البيتكوين يستهدفها باليومين القادمات إذا منشوف على فريم اليوم ممكن يكون عبي تشكل عنا النموذج كاب أن هندل وباختراق مناطق الـ 72000 رح يتفعل عنا النموذج وممكن يستهدف مناطق الـ 88000 أيضا نموذج تاني أصدقاء دائما قبل الصعود الكبير يحدث عنا التداول الجانبي قريب من القمة الأمر هذا حصل بالـ 2016 حصل أيضا بالـ 2020 وأيضا حاليا عبي حصل لحنا عم نتداول أكتر من 3 شهور بمناطق قريبة من قمة الـ 2021 2023 كان لعنا بداية الصعود لحنا حاليا بالـ 2024 وعم نتداول بشكل جانبي نفسي اللي حصل بالـ 2020 ونفسي اللي حصل بالـ 2016 أيضا هالنموذج نموذج الرأس والكتفين المقلوب طبعا الشرط مقلوب عنا والهدف 90000 في حال اختراق مناطق الـ 72000 والاستقرار علىها إلى الآن لحنا ملنا بعيدين أبدا عن القمة السابقة عم نتداول بشكل جانبي بيفشل هالنموذج بيكسر مناطق الـ 58000 جميع هذه النموذج تتحمل الخطأ وتتحمل الصواب لكن يلي متأكدين منه أن البيتكوم بتريند صاعد ومن الأفضل نبحث عن فرص شراء مع كل هبوط قوي إلى الآن ما ظهر أي إشارات على انتهاء البول ماركت وبنظري أنا ممكن ندخل بتصحيح عميق إذا كسرنا مناطق الـ 56800 هذا القاع في حال كسرنا في حال وصل البيتكوين له المنطقية وأظهر الضعف ما أظهر أي ارتداد هون ممكن أحكي عن بداية ضعف في التريند الصاعد على البيتكوين لكن طالما البيتكوين عم يتداولي ضمن مناطق الـ 66000 لحد الآن الشمعات الهبوطية شمعات ما فيها زخم إذن أنا رح أبحث عن فرصة شراء في حال هبط البيتكوين إلى مناطق الـ 62000 هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى أن ألعجابكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله